حياكم الله مشاهدينا من جديد من الطبيعي أن الكل يفرح إذا شاف اختراع أو ابتكار يخص دولة الكويت ويحصل على جوائز أو يوصل للعالمية طبعا كلنا عارفين أن المبتكرين والموهوبين والمخترعين يحتاجون إلى بيئة معينة عشان ينمون فيها قدراتهم ويكتشفون فيها طاقاتهم ومن غير التوجيه الصحيح لأي موهبة يعتبر مضيعة للوقت أكيد نمسي على ضيفنا اللي اليوم نورنا بالاستيديو الأستاذ عارف غريب لعنزل أمين العام الجمعية الكويتية لدعم المخترعين حياك الله أستاذ عارف أستاذ عارف موضوع الاختراعات شيء يثلج الصدر لما نشوف اختراع كويتي وصل إلى العالمية أو في اختراع جديد حقق أرقام قياسية لكن بداية وقبل ما نسهب في حديثنا عن موضوع الاختراعات أبي أعرف أنا كشخص كشلون أعرف أن أنا عندي هذه الموهبة وأقدر أن أنا أختراع أول شيء نقول بسم الله الرحيم نعم الموهبة تحتاج إلى سقل وهذا الأمر يعني معروف تحتاج أيضا إلى بيئة إلى تكوين إلى أدوات إلى أفراد إلى معاونيات نحن طبعا ودنا أن ندخل في مباشرة كتوضيح الجمعية الكويتية لدعم المخترعين وكوني أمين عام أكثر من ناصر عندهم لبس عن هذه الجمعية السؤالة الأول يما تقولين الاحتياجات أو الموهبة أو أو هذه تحتاج إلى سقل قلنا من خلال هذه الجمعية التي تم إنشاؤها في 2016 شهر 12 قدمت هذه الرسالة هذه التوضيح هذه الخلق الإبداعي دائما تقاس المجتمعات في تطورها في الاختراعات طبعا تطورها في الابتكارات الكويت دولة جاذبة لهذه الأفكار الدولة أيضا مبادرة لتطوير هذه الافكار ودعم مشاريع الشباب فيها بصور شتى من ضمنها مركز الشيخ صباح الأحمد الموهبة بالإبداع يعطيك برات اختراع يتكفل في مصاريفها يطلع لك مشروعك البروتوتيب الأول والآن نفتحه مجال جديد مميز له تسويق الاختراع ما في دولة أخذت على جراءتها جراءة الثقة في المخترع مثل الكويت الحمد لله تم تأسس الجمعية حتى المسمى الناس ماخذينها بعض المرات ياخذونها في مفهوم خاطئ والجمعية الكويتية كاكيان كويتي لدعم المخترعين ندعم المخترعين وليس الجمعية الكويتية للمخترعين لا دعم المخترعين أخذنا في هذا الرؤية توضيح معنى الدعم معنى التوجيه الدعم مثل الطفل الذي عايش في البيت عندها مصرف بس فيما يحتاج إلى دعم اجتماعي دعم فني دعم تربو دعم تعليمي دعم توضيح لمسيرة الحياة نحن بالجمعية ندعم الأمور هذه من خلال توضيح الاختراع يعني نتوضيح الاختراع للشخص نفسه هل اختراعه مجلي أو غير مجلي هل هو قابل للتسويق أو غير قابل للتسويق هل هو سهل التصنيع في الكويت هل ما هي البيئة اللي يحتاجها هذا المخترع يعني نكون له البروسيس أو الحماية الفكرية الكاملة بعطاءاتها بعطاءاتها شنو عناصر الحماية خصائص الحماية المواد التصوير الدعم الفني في النهاية يأتي ثقة المستثمر في المخترع فيدعم المشروع يستثمر ويوفقهم حتى بالجمعية نقولك ما نبي نسبح أن جمعية نفع عام وليس جمعية نبي نقول إنكم للجمعية أو دعم مادي لا الحمد لله طبعا نسألنا نذكر الدكتورة الدكتورة فاطمة الثلاف رئيس مجلس الإدارة وفريقها المحترف أنا أسميهم أخذوا على عاتقهم دعم يعني ممكن الله يمكن أقرب شيء يكتب للدعم أسري للمخترع احتضانه تكوينه تفعيله تهيئته مشاركته في المعارض حنا في 15 2017 أقمنا معرض للدعم المخترعين الأطباء جميع والناس إختراعاتهم يعني ترتبط في وزارة الصحة يعني في الله يذكر رب الخير الدكتور جمار الحربي وزير الصحة السابق فعطانا يعني ريحية طبعا الاختراع يبحث دائما عن التفاؤل التشجيع التوجيه نعم في ناس الآن في الكويت أو في خارج الكويت طبعا هذا مشكلة عالمية المخترعين في أكثر يقولك ون أروح ون من حقه يقول الكلام هذا لأنه ممكن قدرات ما توفي رغباته نعم يجب أن تكون ذات منظوم عالمي نضمنها يعني الحماية الفكرية منظمة الوايبوت أيضا لا ننسى دور مكتب الاختراعات في مجلس تعاون الخليجي قاعد يقدم رسالة سامية لأبناء الخليج كافة في تعاونهم في يعني مشاركة المعارض التعارف بينهم يعني تهيئة خاصة السعودية عندها شوي يعني تهيئة صناعية قوية من ناحية الفنيات نعم يعني عندهم يعني عندهم ما شاء الله أنا شفت ما اكتب برات الاختراع الخليجي وتعاملنا وياهم وأذكر ما تعاوننا يا أستاذ فهد المطيري يعني يعني يعطانا تصور جدا متفاعل للفترة القادمة يعني تكون تحت منظومة مجلس تعاون الخليجي ممتاز هذا بالنسبة أكيد للجمعية الكويتية لدعم المخترعين ولكافة الجهات المسؤولة عن المخترعين ودعم المخترعين لكن نرجع إلى سؤالنا أستاذ عارف إذا أنا عرفت أن هذا الشخص عنده موهبة أن يكون مخترع شنو هي الخطوات التي يجب اتخاذها طبعا الجمعية الآن تقوم في دورات صيفية دورات صيفية التي تقوم فيها خاصة من فئات عمرية مختلفة بالذات من سبع سنوات إلى خمسة عشر سنة ينبين نعرف منها الطفل النابغة أو الطفل الذي يحاول يطلع فكرة طبعا هذا النظام يعني ما أخذينا تجاه للجنة المخترع الصغيرة لنا في الجمعية عندنا لجان بالنسبة المخترع الذي لا يعرف أين يذهب يأتي يسجل في الجمعية حتى لو ما سجل نقدمنا الخدمة هذه حتى جمعتنا في عام نعم نقدم له النصائح الإرشادات طبعا نقدم له الأوراق إذا يرغب من خلال جمعيتنا يسجل في مركز الشيخ سباع الأحمد أو يروح مباشرة ما عندنا رسميات بينه وبين حيننا نكمل مركز الشيخ سباع الأحمد نعم طبعا ما نكملها إداريا ولكن نكملها كتعاون وطني يعني كلنا في قالب واحد المخترع هو هني وهناك هو يحمل علم الكويت في الأخير صحيح والمخترعين اللي يترددون ولي يخاف من بث فكرته وخاف عليها هذا مألومة ممكن الخوف وارد في كل إنسان ولكن يجب أن يكسب الجرأة لطرح فكرتها أكثر وأكثر هذا بالنسبة مختلفة وطبعا هناك اختراعات يجب أن يكون البحث عنها مجدي مجدي شلون يعني متعمق لأن العملية شوي رسمية وخطرة يمكن تكون تتهم فيه صرغة حقوق ملكية فكرية صحيح فليجب أنك تأكد هناك توارد خواطر بس لا يكون هذا التوارد خاضر شرارة خلاف صحيح بين المخترع أو غيره أو مع المقلد وهناك فيه بعض الاختراعات تحتاج إلى تطوير ممكن نخذ فيه اختراع موجود وأنا اطورته من هذا ناخذ الجزئية التطوير فقط وليس الاختراع كامل نعم فالحمد الله عندنا ثقافة عالية في القانون الدولي لمنظمة الوايبو وغيرها من نظمات العالمية التي تتم في حقوق الإنسان نعم أستاذ عارف هل هناك تصنيف معين للمخترعين يعني هل نقدر نقول مثلا هذا مخترع مبتدئ وهذا مخترع متقدم في الاختراعات والله أنا أول مرسم على سؤال هذا أنا قاعدت إذا موجود ولا لا السؤال الجميل جدا صح لا بد الدرجات هذه صدقين ليش؟ لأننا نجدها تكذب تكسب الخبرة لأن صح المبتدئ لا يعرف أن يروح بس المتمرس يعرف حتى في الاختراعات الآخرين صحيح السؤال الجميل جدا يعني أنه يعطيك دافع تعليمي متزامن مع خبرتك يعطيك دافع جرأة أيضا يتزامن مع تجارب الآخرين يعني يعطيك فح صح لأننا ما فكرنا فيه هذه الصلاة وجميل جدا يلا هذه الفكرة أعطيناكم نبي نتكلم على الأطفال هل لهم نصيب في جمعيتكم أن تكون هناك دورات أو برامج لهم؟ طبعا دكتورة فاطمة الثلاب جدا مهتمة بالطفل لأنها أساسا هي طبيبة أطفال نعم طبيبة أطفال عندنا شوي ما أخذ شهرة شوي في محافظة الجهرة نعم دكتورة فاطمة الثلاب يعني وفريقها من لجنة المقترع الصغير الأستاذ الشيخ القطان يعني تعاونوا إلى عمل دورات خاصة بالأعمار الصغيرة يعني عندنا دورة اليوم الابتكار والاختراع للصغار نسألهم نقعدوا إياهم نقول شنو فكرتك شنو طويل نعطيهم أفكار والله الصراح يقولون أفكار جميلة جدا تخيل يطوف ساعتين ثلاثة ما تحس فيها من كثر تفاعل الطفل مع هذه الفكر جميل وفي واحد اليوم بيشة قلت ليش بيشة تقال هذا آخر يوم بالدورة شوف يتعلقهم في شغفهم في المخترع الصغير قلت لا يبقى راح نكمل وياكم لا تبلغون الرشد خلاص حنا وياكم داما شغوف شوف على باله بس اليوم وننتهي صح لا فعندنا يعني في دورة ابتكر عطري العطور ابتكرات صح و الطفل يعرف أن الريحة هذه اللي تنمي عندها القدرة الذهنية للتعامل مع الفكار الجديدة ترى العطر مهيين كل الناس يحب أن ينتشف في عطر لأن ليش يعطي كريزما بالشخصية يعطي عندنا دورة ما شاء الله تشكيل الطين حلو وراح يكون عندنا دورة الخزف نعم راح يكون عندنا الخزف من أهم وسائل تطويع الفكرة مو الفكرة لا تطويع الفكرة ممكن يسوي بروتو تايب من الخزف عسي ياخذ الصورة اللي يبي ينقلها للمجتمع نعم عندنا دورات رسم 3D الآن طالعين فيه وقعد إن شاء الله بالفنحة القادرة راح ينوفر طابعات 3D أن المختر يسوي اختراعة لا يحد يكشف صرارة هو يسوي وسوى الدكتور خالد السابتي راح أذكر بالخير أنا جيته في مقره ووراني طابعة 3 عنده اختراعات يستخدمها بالطب يسوي عنده نعم عندنا الحمد لله طاقات كويتية رهيبة يعني مو مبالغة أني أقول رهيبة ولكن يعني يستاهلونك الخير نعم خلينا نتكلم على فئة مهمة جدة بالمجتمع وهما إخواننا من ذوي الإعاقة والمصابين بالتواحد يقال أنهما عندهم ذكاء خارق في مجال الاختراعات هل سمعت أو مرت عليك قصة أنا سمعت بس ما بحثت سمعت عندهم التواحد وقاعد تابع أخبارهم أول بأول عندهم ذكاء متوحد يعني لما يركز على الشي يبدع فيه أمراض التواحد طبعا بس كثير من الناس اللي جربوا أن ذكاء التواحد في الموضوع اللي يبيه أذكى من الشخص العادي نعم هذا اللي اكتشفته يعني عرفناه في لأن عملية التواحد لأن تفكيره مصب في هذا الجانب ما يفكر بالأكل ما يفكر باللبس ما يفكر بالمشاكل اللي حوله ما يفكر يفكر بالشي عنده التواحد ولعل مع تطور الزمن ينفك هذا التواحد في ناس أعرفهم شخصيا انفك عنده التواحد ليش؟ لأن الرعاية الأسرية مهمة حققت مطالبه في التفكير نعم إذا حققت مطالب التواحد في التفكير ما تلقيني عصب العصب يأثر عليه ما تلقيني يجوع ما تلقيني أن تنرفز فيروح لهذا فشوي شوي تفت شوي الحالة طبعا أنا لا أقول لكم ما أنا طبيب ولكن من باب تجربة أنا شفتها بعيني نعم والآن ما شاء الله في مرح يعني تغريبا رايح عاشر الولد نعم ما شاء الله في كافة ذكاة ما شاء الله نعم أستاذ عارف أبي أتكلم على كتاب العبقرية الزرقاء كلمني عنه كتاب العبقرية الزرقاء يعني كتبته ألفته من نمط شلون المخترع يفكر شلون يعاني شلون يتجاوز عقبات نسميها مو عقبات عقبات النجاح اللي هو تحولها إلى نجاح نعم طبعا تكلمت عن فيه عن أنماط المخترع أو أنماط العبقري ليس علم ولكن من باب خبرة أو من باب تجربة وعندما تجرأت على هذا الكتاب أني أكتب عن العبقرية العبقرية موضوعها يعني نوعا ما شائك طبعا ولكن وفي ناس يعني كتبوا عن العبقرية قرأت أكثر من 30 إلى 40 كتاب عن العبقرية من ضمنهم كتب العقاد عن عبقريات الصحابة من ضمنهم عبقريات من توميس آجسون إلى أنشتاين كل العلماء هذه العبقرية وكتب عنهم ولكن أنا اختزلت الكتابة عنهم اللي كتبت فيهم يعني كاني أقعدوا إياه وعرف شنو أنماط الشخصية ممكن يحول الكتابة تحليل نفسي أو تنمية ذاتية أو رواية تعطف إلى جمالية هذه الروح شنون تحطمت القدرات العائقة له بجمالية بجمالية عملها شنون تجاوزها لها أنماط منها السجية منها التصرف منها السمع منها النوم منها الهوية منها الأكل منها المهنة منها المرح منها يعني تقريبا هو كتاب من 300 صفحة وسميتها العبقرية الزرقاء لأن هناك ناس واجس يقول العبقرية الزرقاء يعني ما أكو عبقرية لونها أزرق العبقرية ما لها لون لماذا هي استمداد معنوي للبيئة اللي قاعدة نعيش فيها البحر شنون لونه أزرق شنو الخيرات اللي فيه لا تعد ولا تحصى طبعا البحر أزرق والسماء شنون لونها زرقة ما لها حدود فالعبقرية كثيرة الخيرات بلا حدود فسميتها العبقرية الزرقاء الكتاب هذا إن شاء الله يعني في مراحلة الأخيرة يعني في مطبعه سلمناه من نسخة يعني بنبدأ بس يعني ما شاء الله المعدة ما أخذ معلومة كافية عنها وصرفتها يمكن المهم الكتاب راح يعالج يعالج تكوين نفسي مثل للعبقرية أو يأخذ في دافع العبقرية أن تكون ترى ما هو مئة بالمئة عن السجية كل إنسان له بصمة في السجية أو في تصرف أنا خدت الطابع العام السحنة على ما قاله فيه ناس ما أخذين فكرة أن العباقر هذا لشعره منكوش وما يهتم بنفسه صح في صورة معينة ما أخذ صورة نمط معينة أنا أانشتاين فيه واحد يسوي منكوش ذلك يسمينا أانشتاين العرب ضحكت يعني أخذوا النمطيات لا العباقرة بالعكس أكثر ما يهتم ممكن بنفسه ممكن تكون ثقافته متنوعة من تجارة إلى هواية إلى واجب أي ممكن تكون يعني التصورات أيضا متعددة من جمالية يعني إنسان عادي بس شنو الخوارق الذكاء اللي يتمتع فيها ممكن تستمد من الحاجة العاطفية للخدمة الإنسانية أو تستمد من الحاجة اللي هو يطلبها أنها تكون تومس أديسون اخترع الرجل يسمونه الرجل الذي أضاء العالم يروح يتعثر بالطريج شنو نسبه أمه يبيعالجها فعمل الليت يبيعالج أمه ترى تومس أديسون في ناس تكلموا عنه أنه متوحد أمه وطردوهم المدرسة قالوا هذا ما رح يفهم وهو الناس ما أخذ عنه فكرة أنه عنده بس اللي ضاع عنده ألف وتسعة اختراع يعني في ناس يقول لك ليش أنا ما تخصص في اختراعاتي هل تخصص بالتكنولوجيا أو تخصص نعم التخصص واجب وجميل يعني ممكن يعطي فعالي أكثر ولكن سجية وفكر المخترع هو منفتح ممكن يفكر بالقطار مثل البحر مثل السماء ما لها حد يعني العبقريات هذه ما لها حدود ممكن يفكر بالقطار وبالأكل وبالورق وبصناعة الصابون يفكر يعني طبعا هذه إمكانة الأفكار ما تحمل طابعا النظام تشتت المخترع يضيع ما هو النظام اللي أنت كلم عنه النظام عندي فكرة لازم أسجلها أدونها إذا ما دونتها راح تضيع طبعا الثاني إنه لما تكون الأقرب للمناولة في إتاحة الفرص المتاحة لها يعني الأقرب يعني بصناع الصابون عندي المعمل عندي المواد عندي هذا فأبتكر الخلطات لأن عندي بس ما عندي عندي فكرة عن الطيران ما عندي شي هييني الطيران فأسجلها وحطها ووركنها أحط له الفكرة جنب الفكرة الستيبستيب لما توصل إلى الفكرة الأقرب خي نقول الفرصة الأقرب صح بس إذا أخذت الفرصة أقرب ووفرت المادة الفرصة الثانية أقوى فأتوفر يعني عملية تنمية ذاتية لتطوير الفكرة بالاختراع والبتكار أستاذ عارف أنت بنفسك عندك اختراعات كثيرة وعلى مرة السنين تبارك الرحمن اختراع وراء اختراع كلمنا عن هذه الاختراعات طبعا الاختراعات اللي قمت فيها أنا تختص في جانب التصميم ما فيها أي تعقيد يعني تقولين عني أني مصمم وليس مخترع نعم الحاجة أم الاختراع تكسرت في حادث عسكري تكسرت رجل اختراعت المقصر المتنقلة نعم أقض على مكتبي داثرا اختراعت طغم المكتب الموحد أحب القهوة والشاي فما حب داثرا فسويت الكافي بوكس أحب الطلعات وهذا ما حب تخريب البيئة وسمنت وخيام وطق وشبرة وسوالف هذه فاختراعت البرتبل الحديقة المتنقلة هذه أكبر حديقة المتنقلة إن شاء الله في العالم سأسجلها عن طريق الجمعية الكويتية اختراعت نخلة التبريد اختراعت المسبح العائم المسبح العائم مش لون ناس تكسر خوف من فوبيا أسماك القرش أو يعني الحاجة اللي نبيها اختراعت مربط العنكبوت بعض مرات نحن غواصين نحن جاينا نتحوشنا موج فان ريح على مربط العنكبوت فكل عمل يحتاج لها بلكن أنا الآن اللي ممكن طبقت وما قلبها بروتوتيب مثل ما تقول الأفكار الكثيرة يجب أن تكون فيها ترتيب ذاتي لها من خلال الفعالية اللي متاحة لها أو الظروف أو المواد اللي ما تكون طق وحدها وقتك ما يكفيك 24 ساعة وحنا قاعدنا نشغل 20 ساعة تغير رموات نصل 18 ساعة سحيح يعني مو مبالغة بالساعات لأن قدرت الإنسان يعني يريح ويأخذ وعندنا واجبات أخرى اجتماعية الدوانية والبيت فما نخصص الدافع كله إلا في حالة الذروة الذروة ما تجاوز أسبوع أربعة أيام خمس أيام فأتجين يعني ننقطع عن الناس فنكثف جهدنا في هذا الاختراع ونكثف في التفكير عندنا في الجمعية الكويتية غرفة نسميها غرفة العصف الذهني حلو التي تغطيت عيوب المنتج في ناس ثقة حولك في بيتك شون المخترع عندما يجي يحب يناقش عن اختراعات أنه يحب أنه واحد يعطي فكرة واحد يعجب فكرته واحد يمكن يكون ضد فكرته عساسي يولد فكرة أخرى تكون مصادفة أو مرادفة للفكرته نعم عندنا بجمعية واجدة لجان الآن لجانة المخترع الصغير فكل هالمكونة هذه طبعا أنا شوي نركز عن اختراعات عارف أنه نركز على دور الجمعية لأنه الدور الجمعية هو الأهم والآن قليلا من ناس يعني أسألهم تعرفون جمعية الكويتية لدعم المخترعين يترددون أي والله سمعنا سمعنا لا الحين ما أخذنا التكوين الكامل لا عندنا عندنا الناس يبون عمل ما يبون سمعة سمعتك ستطلع من عملك سمعتك لا تسبق عملك فكثر ما لا ينشطنا قاعدنا نقوم فيها سنكون في تعاون بروتوكول مع مزارة الشباب وإن شاء الله قاعدنا بطريقة توقيع ووقعنا بروتوكول الأطفاء لماذا الأطفاء ووقعنا وياهم نحن اخترعين وهم أطفاء عندنا مخترع أطفاء سينب ومجذات فسونا عندنا جهاز يفتح قفال ونقذ الناس منه الوطفاء هذا وين نروح البروتوكول نحن مع الأطفاء عسن يرعون ويشترون الاختراع ولدهم ولدوا جمعية فعندنا اختراع الحين مع الهيئة العامة والزراعة سنتواصل وياهم عند عبدالله الصفار يقدم منظومة الري تحت للأرض توفر الماء تعطي خضار دائم أفكار رائعة صراحة جميل لا عندنا شغلات ما شاء الله مخترعين عندنا سعود شنار المطيري في ناس قدم اختراع في ناس يقولك طاقة الريح وفي ناس يقولك طاقة الشمس أو لا سوى طاقة له ريح له الشمس فسوى طاقة اللي هو طاقة الدفع الهواء بالماء ممتاز يعني ما حتى تصور واخد عليها الذهبية في جنيف عندنا مخترعين عدد المخترعين اللي حين معاكم بالجمعية تغريبا خمسين ممتاز بس المخترعين في الكويت كافة تغريبا ثلاثمائة ثلاثمائة وستين نحن حتى بعد نوجه رسالة كثرة الاتحاد أو الترابط وهذا ينمي المواهب أكثر لا تقول أنا مخترع وما أخذ حريتي بجانب مثل ما جي حنا ما نقيد حرية حنا نريد نعاونك وتعاونك والجمعة والكثرة تعطي صوت أوضح للمجتمع لما يتكلمون خمسين شخص بورة معينة بس لما ألف شخص ألفين شخص كلهم تفرق بخدمتهم لبلدهم بخدمتهم في صوتهم الإعلامي في خدمتهم في تطوير الدعم الذاتي للجمعية من خلال نسب الاشتراكات أو نسب الفعاليات أو نسب يعني حنا نطمح نباجر يكون عندنا تمثيل خرج الكويت المخترع بدلا ما يروح مثل المراكز تعرفي في زحمة مثل المجامعات كل واحد يعني ما في تغطية كامل نحن إنسان فيها التغطية نعم ناخذ مثل الأموال مثل تبرع الجمعية كلها سنصبها في مشاركة المخترع في المحافلة الدولية والعالمية والدعم المالي ترى عنصر حياة للجمعية بالعكس الجمعية لما تأخذ الدعم المالي هو قاعد تصرف على ابناء البلد ما عندنا يعني مثل ما تقولين يعني فعاليات غير مجدية مثل أو مؤتمرات صحفية ما هي مجرد للشور الإعلام عندنا خلص هذا مخترع عندنا منتج خلص لازم يمثل الكويت بصورة واضحة أستاذ عارف قلت لي إن هناك أكثر من 300 مخترع في الكويت وحاليا اللي معاكم 50 مخترع تقريبا أنتو حابين أنتو تكونوا مظلة لجميع المخترعين صحيح نطمح إنزيل ما هي احتياجاتكم عشان توصلون لكافة المخترعين أول عقبة والحمد لله تجاوزناها هي المقر عندنا الرئيس الفخري عبدالل العصيمي ما شاء الله ممقصر في تهية المقر وكذلك توفير سبل تعاون مع المخترعين للنبي أنهم يتواصلون معنا بريحية مجرد اشتراك تحضر الندوات تحضر الفعاليات تحضر الندوات حتى المحاضرات عندنا ناس متخصصين بروفشنال اللي في توضيح رؤية الاختراع والابتكار هو النظر المستقبلي لها في البلد تخيل أن الطفل بسبع سنوات إذا بدأ في هذا المجال بعد عشر سنوات بعد خمسة عشر سنة هذا رافض اقتصادي مهم للبلد لأن نقدم مشاريع عندنا عباقرة في الاقتصاد عندنا ناس تفتح مجالات يعني أنا ذاك اليوم حضرت محاضرة للدكتور سعد البراك في المكتب الوطنية ذهلت مما يطرح في الابتكار والاختراع هو الآن تغريب أن بصندوق المشاريع الصغيرة رئيس تغد ما نتثبت بس أنه بعد ما حضرت محاضرة عرفت فعل المخترع يحتاج إلى هذا العقل يبي استثمار لا تقول أنا أخترع على الورق وكود لا الاختراع يبيلها انطلاق يبيلها الانطلاق تحمل رفعة رفعة الانطلاق هذه سهلة أو صعبة على المخترع كل شي سهل كل شي سهل اليابان انطلق من خلال حرب عوض الآن أي ماركة يابانية أو يخترع ياباني يوجد ثقة نعم نطمح أن ما نكون يعني نتعداهم لن نصييمهم يعني اليابانيين على المقال رابعنا ونتعلم منهم نعم أكثر الدولة الآن مركزة يعني المركز صباح أحمد قاعد يأسس أفكار جديدة لتعلم المخترع في هذه الدول الصناعية حلو وأنا الناس اللي أرسلوني أيضا للصين قالوا وين بتكارك يبتسوي يخيرونك طبعا لازم تبحث بالتكار عن الجودة والتكلفة والزمنية وتدرس الجدوة فأقلت أنا الصين خلنا نشوف لأن الصين تطورت تطور مذهل طبعا فأذهت الصين وعملت وقعدت هناك على حساب المركز الشيخ صباح أحمد ودعمني في تطوير اختراعي إلى الإنتاج لماذا؟ لأنه يحمل رسالة إنسانية كبيرة من خدمة المعاقين كبار الصين والعجزة المثل الماغسل المتنقلة فكل مخترع يثبت جدوى اقتصادية مشروعة الكل يرحب فيه بل الكل يدعمه والكل يفرح له أيضا لأنه فخر لنا صحيح دائما شوفي رحي أي محفر شوفي عالم الكويت وانتي كويتية شيصير فيك؟ أستاني تعسين فخر هذا الفخر لها قيمة أكيد لها قيمة وطنية لها قيمة اجتماعية لها قيمة سمعة دولية الكويت بلد العطاء بالسموك صحيح في كثير من الدوافع هذه اللي يسرت كلها تعطي انتعاش ونروح في هذا الابتكار والاختراع صحيح وان شاء الله يتواصل يكونوا مستمر وندعوهم من خلال هذا البرنامج أيضا الانساب الجمعية ان شاء الله استمتعت في الحديث معك ستاب عارف معلومات قيمة قلت لنا عن الجمعية وشرحتها باسهاب وفعلا نتمنى أن جميع المخترعين الكويتين يكونون تحت هذه المظلة اللي تدعم هذا المخترع الكويتي إلى أن يصل إلى المصافي النهائية والعالمية كل الشكر لك استاذ عارف غريب لعنزي الأمين العام للجمعية الكويتية اللي دعم المخترعين شكرا لتوادف معنا الله يحب ومشاهدين احنا مستمر معكم لكن من بعد هذا الفاصل شكرا للمشاهدة